موسيقى موسيقى الرئيس اسيسي يؤكد في الامم المتحدة ان الشعب المصري اصبح المصدر الوحيد لسياساته الداخلية والخارجية موسيقى الرئيس اسيسي يلتقي بنظير الامريكي براك اوباما اليوم على هامشي اعمال الجماعية العامة للامم المتحدة موسيقى شكري يلغي لقاءه بنظيره التركي والخارجية تعرب عن استيائها من كلمتي اردوغان في نيويورك موسيقى مجزو الاخبار من النهار اليوم مرحبا بكم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر لن تتوانى عن القيم بدورها في تعزيز الامن القومي العربي وعرب عن امل القاهرة في عضوية مجلس الامن غير الدائمة في 2016 اضف السيسي في كلماته امام الجماعية العامة للامم المتحدة انه بعد ثورتين اصبح الشعب المصري هو المصدر الوحيد لسياساته الداخلية والخارجية ان شعب مصر بعد ثورتين بات المصدر الوحيد لما نتخذه من سياسات داخلية وخارجية في اطار سعينا لتحقيق الاستقرار والتنمية تلك هي مصر التي استعادت ثقتها بنفسها مصر التي تعلي قيم القانون والحرية مصر بهوايتها العربية وجزورها الافريقية مهد حضارة المتوسط ومنارة الاسلام المعتدل مصر التي تصب نحو تسوية الصراعات في منطقتها مصر التي ترنو الى تحقيق قيم العدل والانسانية في عالمها انني على يقين من قدرة المصريين على العطاء فهي الميراث الذي خلفه اجدادنا وهي معيننا الذي لا ينضب باذن الله تحيا مصر تحيا مصر الرئيس اسيسي قال ايضا ان مصر بدأت في تنفيذ برنامج شامل لدفع عملية التنمية حتى 2030 هدفه هو الوصول الى اقتصاد سوق حر وجذب الاستثمارات في بيئات امنية مستقرة اضاف ان مشروع قناة اسويس الجديدة هدية الشعب المصري الى العالم ودع ايضا الى المشاركة في المؤتمر الاقصادي الذي سيقام في مصر في فبراير القادم بدأت مصر في تنفيذ برنامج شامل طموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030 يستهدف الوصول الى اقتصاد سوق حر قادر على جذب الاستثمارات في بيئة امنية مستقرة ولعل في مشروع قناة اسويس الجديدة هدية الشعب المصري الى العالم ما يؤكد على جدية هذا التوجه وعلى حرص مصر الجديدة على بناء غد افضل لابنائنا وشبابنا ولذا ادعوكم للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي سيقعد في مصر خلال شهر فبراير القادم من اجل تحقيق التنمية وبناء المستقبل ليس لمصر فحزم وانما للمنطقة باكملها يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بنظير الامريكي باراك اوباما وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان القمة المصرية الامريكية ستستمر ساعة كاملة وهي خطوة ايجابية من جانب الادارة الامريكية من المقررين يغادر الرئيس السيسي نيويورك متوجهن الى القاهرة عقب لقاء رئيس جنوب افريقيا والذي سالتقي بعد لقاء الرئيس باراك اوباما تظاهر ابناء الجالية المصرية والعربية بالامس امام مقر الامم المتحدة بنيويورك تأييدا لرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماتها التي يلقاها في الدورة التاسعة والستين للجمعية ابناء الجالية رفعوا على ممصر وصور السيسي كم حملوا الافتات ترحيب الرئيس وتؤكد مساندتهم له هذه المظاهرة جاءت ضمن سلسلة احتفالات اقيمت في نيويورك منذ قدوم الرئيس السيسي للمشاركة في فعالية الامم المتحدة الغى وزير الخارجية سمح شكري المقابلة الثنائية التي كان قد طلبها وزير خارجية تركيا معه على هامش اعمال الجماعية العامة للامم المتحدة وذلك بعد كلمة الرئيس التركي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للجماعية العامة للامم المتحدة وما تضمنته من اكاذيب وافتراءات وخروج عن اللياقة وفي بين لها ربط وزارة الخارجية عن سيائها واستنكارها لهذه الكلمة وما تضمنته من مخالفة للقواعد المتعارف عليها ولتدخله السافر في الشؤون الداخلية لمصر في خرق واضح لمثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي جرم مجلس الامن بالامس الصفر الى الخارج للقتال مع جماعات متشددة او لتجنيد اخرين او لتمولهم الرئيس الامريكي باراك اوبامو الذي رأس الجلسة قال ان القرار يهدف الى القضاء على الارهابيين ومن جانبها اوضح الامين العام للامم المتحدة بانكيمون ان الجماعات الارهابية ليس لها علاقة بالاسلام فظهور جماعات متشددة مثل داعش وجمهة النصرة هو رد فعل لاستمرار الازمة في سوريا نجح خبراء المفرقات صباح اليوم في ابطال مفعول عبوة المحلية الصنع زرعها مجهولون اعلى طريق محور 26 يوليو وقال مصدر امني رفيع المستوى بوزارة الداخلية ان غرفة عمليات نجدة الجيزة كانت قد طلقت بلاغا صباح اليوم بالعثور على جسم غريب اعلى محور 26 يوليو بمنطقة نهية واشواري لانه بالانتقال تبين ان الجسم الغريب هو عبارة عن عبوة محلية الصنع وبداخلها مادة متفجرة وطايمر وعلى الفور تم فرض كردون امني حول المنطقة اضافة الى تمشيتها وتأكد من عدم وجود اي عبوات اخرى اعلنت دار الافتاء ان اليوم الخميس هو غرة شهر ذي الحجة وان وقفة عرفات ستكون يوم الجمعة الثالث من اكتوبر وان يوم السبت الرابع من اكتوبر هو اول ايام عيد الاطحى المبارك هنأ الدكتور شوقي علام مفتي ديار المصرية هنأ المصريين بحلول شهر ذي الحجة متمنيا ان ينعم الله على مصر بنعمة الامنيف والاستقرار لا تنسى اليوم تأخير ساعتك ستين دقيقة عند منتصف الليل حيث سيبدأ عودة العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من منتصف ليل اليوم كان المتحدث الاسمي لمجلس الوزراء حسام قويش قد اعلن عن عودة العمل بالتوقيت الشتوي في اخر خميس من شهر سبتمبر وفقا للقانون الذي ازره رئيس الجمهورية في الخامس عشر من مايو الماضي وينص على تغيير التوقيت الصيفي الى التوقيت الشتوي وختاما هذه تفكير بابرز العنوان رئيس السيسي يؤكد في الامم المتحدة ان الشعب المصري اصبح المصدر الوحيد لسياساته الداخلية والخارجية رئيس السيسي يلتقي بنظير الامريكي باراك اوباما اليوم على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة شكري يلغي لقاءه بنظيره التركي والخارجية تعرب عن استيائها من كلمة اردغان في نيويورك وللمزيد من المتابعة الاخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت وwww.anharlive.net كما يمكنكم التواصل معنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا لكم وإلى لقاء اشتركوا في القناة